فإني أقف ضد من يعتقد بأن القرآن غير كامل محرك وهذا كلام حسن نصر الله والفيديو شاهد و موجود واشقل أن القرآن غير مكتمل ولا لا أجل نسمع الفيديو رجاء أن احترمني اه تفضل احترم لي وقتي اه تفضل وإلا غادي نعتبر لا أن نعتبر شيء تحرمية لا 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 أبدا لا لا وأنه دخل غاديا وكتهرسها لا أنت تستسغير عقود الجمهور بالنسبة لقضية حسن نصر الله الذي يقول هو دافع وقتل وكذا إلى الآن نازلت على ما تستفهم أين تجتته أين رفاته القتل هل هو حي هولد لا حي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا كمين بخير وعلى خير مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني مسلسلة رياكشن الحلقة دي اليوم غادي نخصوها للتعليق على واحد اللقاء اللي دازع لقناة إطلالا بريس واللي يجمعه ما بين الأستاذين عزيز هنوي وحمزة الخلدي اللقاء كان بتسيير من الصحفي المحترم والمحترف كمال عصامي واللي كنشكره على جهود دياله وكنطلب منه أنه يستمر في العطاء قبل ما ندوزنا للحلقة بغيت نقول لكم بلأن هذا الحلقة هذي رعاودتها جدا للمرات كنت سجلتها وعملت المونتاج ومن بعد قررت أنني نعودها وسببه أن الحلقة اللولانية بالشكل الأول دياله يعني ما كانش فيها الحياد المطلوب فلذلك أنا كان عاود دابط صور دياله الحلقة والهدف كيفما قلت أنني غادي نحاول نكون يعني محايد ما بين جوش ديال الأطراف وغادي نحاول نتجاهل المحبة ديالي للسي عزيز هنوي ونحاول نتجاوز الاختلاف ديالي مع الطرح ديال حمزة الخلدي ولي كنت في بيديتو في الحلقة الماضية اللي كانت تحت عنوان طفح الكي فلذلك أنا كان عاودت الحلقة هذي وغادي نعمل المجهود ديالي بأنني نكون على الحيادة فإذا كان شي توفيق فهو من الله وإلا كان شي تقسير فهو من نفس ديالي ومن الشيطان كذلك قبل ما ندوز الحلقة أبغيت نشير لثلاثة ديال النوقات أولاً كطلب منكم أنكم تشوفوا الحلقة واللقاء اللي داس في إطلالة بريس يعني تشوفوا اللقاء كامل إما قبلها الحلقة أو لم بعدها الحلقة المهم ولا بد أن اللي غادي يشوفت الحلقة ديالي يشوف كذلك اللقاء الكامل باش يحكم بنفسه وكذلك الأهم هو أنه يستفد من الحلقة فهذا اللقاء هذا وأول مرة غادي يجمع جوز ديال الأطراف طرف يقول بلا أن إيران هي محور ديال المقاومة وأنها كدعم المقاومة وطرف آخر اللي كيقول بلا أن إيران وإسرائيل عدوة وميناتهم مسرحية فهذا اللقاء هذا هناك تميز الأهمية دياله ولذلك أطلب منكم أنكم تشوفوه باش تستفدوه لأنه تم رد على بزاف ديال الأمور في هذه الحلقة والنقطة الثانية اللي بغت نشيرها كذلك هي أنه في النهاية ديال الحلقة غادي نعطيكم يعني الرأي ديالي والموقف ديالي من الشخصين أو من طرح ديال كل واحد فيهم وثالث حاجة هي أنني في النهاية ديال الحلقة كذلك غادي نشارك معكم الشخصيات اللي كنعتمد عليها ولي كنسمع لها باش نفهم الواقع السياسي والعسكري والتعقيدات دياله خاصة في الملف ديال القضية الفلسطيني هاتش اللي بغت نبين في بداية ديال الحلقة ديال ندوزو ننصلب الموضوع وندوزو نشوفو بعض اللقاطات ولا بعض الأجزاء بالحلقة ونعلقو عليها إذن نبدو على بركة الله في البداية ديال الحلقة كل ضيف بدأ بواحد المقدمة تأطيرية كل طرف قدم للناس كيفاش هو كيشوف القضية الفلسطينية البداية كانت مع حمزة الخالدي وبحكم أنه أسد في العقيدة قال بأنه فلسطينية قضية عقدية فالمرجع باش نعرفه الصحيح والخطأ سواء في التحالفة العسكرية ولا السياسية ولا المواقف الشعبية فالعقيدة الإسلامية السنية هي المرجع لذلك وغد يتناول الموضوع ديال القضية الفلسطينية والتحالف ديال حماس مع إيران من الزاوية العقدية السنية فقال المقدمة دياله ولكن في المقدمة أعطاشي معلومات لمشهوماتك واللي غد يأسس عليهم بزاف ديال الخلاصة والأحكم فهو بداء المقدمة دياله أعطى فيها بعض المعطيات وبعض المعلومات اللي هي معلومات غير صحيحة نشوفوه ونسمعوه شونه قال ونعودو نرجعوه نكملوه على الكلام دياله الأصول الشرائية في النصر مرتبطة بطاعة الله سبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور تحتها أمور كثيرة فإذا ما أرى أنا هذا المنطلق في نصرة القضية الفلسطينية فإني أقف ضد من يعتقد بأن القرآن غير كامل محرك وهذا كلام حسن نصر الله والفيديو شاهد وموجود ولن يكتمل كتاب الله حتى يخرج المهدي من السردان هذا كلام موجود ونحن الحمد لله إن كنا نروم الإنصاف في نقاش بعض المواضيع الساخنة فإننا نذهب للتتبوت أنت هتشاهدون الآن دير بوز ونسير شوفة الفيديو هذا وارجع كم من الحلقة أولا قال أن القضية الفلسطينية هي قضية عقدية دينية وبالتالي باش نعرف الصح والخطأ فيها خسنا نرجع للعقيدة الإسلامية السنية وهذه الكلام هذا غير دقيق لأن القضية الفلسطينية فيها ما هو عقدي وفيها ما هو سياسي وفيها ما هو عسكري وفيها ما هو احتمى هو اقتصادي وكل جانب من هذه الجوانب هي علوم مستقلة بذاتها وهذا الشي اللي كيغيب على الناس اللي عندهم نفس الطرحة دي الخالدي ما كيقدروش يفهموا الأبعاد الكبيرة والمعقدة دي القضية وهاتش يدي بلكم أكتر مع تطور نقاش في اللقاء تانيا قال بأن حسن نصر الله كيقول في فيديو منتشر على اليوتيوب أن القرآن غير مكتمل حتى يظهر الإمام المهدي وهذا المقطع هذا من سنوات هو منزل في اليوتيوب أسي حمزة على ما يبدو يعني غير عودوله عليهم يعني ما سمعش اللقاء بنفسه أو لا سمعوه وما حاولش يفهمه فأجيو نشوفه مع بعضياتنا شنو قال حسن نصر الله على القرآن فلجز إيادي من اللي قال بأنه غير مكتمل واش قال أن القرآن غير مكتمل ولا لا أجيو نسمع الفيديو ونحلله مع بعضياتنا علينا أن نأتي إلى هذا القرآن ونفتحه لنقول لكل آيات الجدود أنت مجمدة انتظري صاحب الزمان ونقل بالقرآن لنقول لآيات التعذيرات أنت مجمدة انتظري صاحب الزمان وباب الأمر بالمعروف المهي عن المنكر على مصطوى مصير الأمة مجمد انتظر صاحب الزمان وثورة التوبة والأنفال والأنعام والأعراف وكل الآيات التي تدعو إلى الجهاد والثورة ورفض الظالمين نقول لها عليك أنت مجمدة انتظري صاحب الزمان ثلاثة وباب القرآن مجمد كل آيات القتال والجهاد والآيات السياسية والعلاقات السياسية والحدود والتعذيرات وحتى بالنسبة لبعض الفقاء باب القضاء كل مجمد وارسل يصبح هذا القرآن كتابا للقراءة على الأموات باش نوضحوا هذا الفيديو هذا حسن صلى الله كيف ما كتعرفوها الإخوان هو موالي الإيران طبعا اللي كيحكمها المرشد العام المرشد العام للجمهورية الإسلامية كيف ما كتسمه عنده كذلك واحدة سمية أخرى اللي هي ولي الفاقه ولا نائب المهدي لما كيعرف شنو القصة دي الولي الفاقه ولا نائب المهدي أنا غادي نشرح لكم باختصار فالشيعة قبل ميبان الخميني اللي هو المؤسس دي الجمهورية الإيرانية الإسلامية كيف ما كتسمه كانوا معطلين الأحكام دي الشارعة لأنهم كانوا كيعتقدوا أن أنهم خسومي استنوا حتى يخرج المهدي عادي نضو يعدلوا دولة إسلامية وعادي طبقوا الشارعة وأن الدين الإسلامي كان بالنسبة لهم يعني وفقت صلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره فالخميني فهم أن هذه الفكرة هذي غادي تخلي الشيعة دائما يبقوا ناسين وما يعملوا لا دولة لا والو غايبقوا ديما قلسين كي تسنو المهدي ففكر وجاب واحد فكرة ولا بصيغة أخرى نقدرون أقولوا بأنه وجاب واحد البدعة جديدة اللي غادي يصلح بها البدعة القديمة واللي هي يا أولي الفاقه أو نائب المهدي قال لكاسيدي عوض من سنو إحنا يا المهدي آجي ونعملوا النائب دياله اللي غادي يحكمنا ويطبق الشريعة الإسلامية باش من لي يجي المهدي تكون الأمور واجدة مش عادي ضربتها مالا من الأول وبالمناسبة رح تالي يهود عندهم نفس القصة يعني كانوا كي تسنو المسيح المخلص من بعد جاء هيرزيل بالفكرة ديال الصهيونية وجاب فكرة يعني أنهم يعدلوا دولة ويجتمعوا فيها ويخدموها ويطوروها باش من لي يجي المسيح المخلص يلقى الأمور ناضية فحصلنا صلى الله في هذا المقطع هذا كينك ينتقد الواقع الشيعي وكيقول لهم تومدبا كتفتحوا القرآن وكتقولوا للآيات دياله أنت أية هالآيات معطلة حتى يأتي المهدي فهو ماشي كيقول أن القرآن معطل حتى يأتي المهدي هو كينك يوصف الواقع ديال الشيع وكينتقده فسبح الله الخلدي يعني يالله قلب بسم الله في الحلقة ومرر ودوز واحد المعلومة اللي ماشي صحيحة إما عمدا ولا ماشي عمدا الله تعالى غادي حاسبو عليها إحنا ما غديش نقلبو في النية دياله المهم أن المعطى اللي قدم واللي غدي بنيعي له المواقف المقبلة دياله هو معطى غير صحيح وغير الإشارة فإحنا أهل السنة يعني ما كنحتاجوش نكذبوه على المخالفين المخالفين من أهل البيضاء والضلالات أسهل حاجة هي تجيب ضلالة دياله وتعرضها على الناس والناس غدي يعرفوا بأنها بطلة فما تحتاجت كذب ولا تجيب شي معلومة غلطة دابندوزون المقدمة ديالسي عزيز الناوي واللي كنطلب منكم أنكم تسمعوها بتماعون وتقارنوها مع المقدمة ديال الخالدي وانتو محكمو شكون للكلام دياله متماسك ومنطقي وعلمي نشوفوا الفيديو أولا الحرب ليس على محور المقاومة الحرب على قضية فلسطين حتى نؤثر القضية من أصلها موطوع تضييق زاوية الرؤية في المقاربة الشرعية في العلاقة مع مكون من مكونات الأمة أحببنا أم كرهنا الوجود الشيعي في الأمة عمره وقت من 1300 عام كوجود لكن نحن إذا صراع معقد جدا على الأقل عمره الآن 107 سنوات من وعدة بيلفور المشكوم البريطاني بمنح فلسطين لإنصابة صاينة وإذا أردنا أن نحق بله أكثر حتى بالمصور الشرعي قد ننزل في التاريخ إلى 19 قرون من الحروب الصاليبية ثم إلى حملة نابوليون على المشرق على مصر للتمكن لليهود من فلسطين وبناء الدولة اليهود هناك إلى المرحلة الحالية مع أمريكا التي ورثت تجيب البريطاني وتمكن للكيان الصهيوني في المنطقة باللعب على التنقضات والتمفصلات في المنطقة التي هي قديمة فالعدو درسنا جيدا ويلعب على التنقضات ليس فقط المذهبية وهي كائنة حتى العرقية والإثنية والثارات القديمة العرب الأمازيغ الأكراد العرب الدولوز المارون الأقباط الأخري السودان السود البيض فإذا هذه التنقضات هي استثمار غربي إمبريالي ورثته الحركة الصهيونية طبعا من المرحلة الكولونيالية للعب عليها المطلوب اليوم أن نحدد نحن كأصحاب الحق الشرعي طبعا المطلوب مننا اليوم إما كحرك شعبي أو كلخاب مثقفة أو كحتقر الدولة أن لا ننزلق إلى النقاش العرقي أو الإثني أو المذهبي أو الفقهي الذي يشويش على الصراع التنقض الرئيسي الذي الآن لا يميز من الشعبي السني العدو لا يميز سواء العدو التقليدي للإستعماري قبل مئة عام أو العدو الآن المواجه للقاعدة العزكري الغربية المتقدمة وهي إسرائيل فإذن أنا في تقدير المتواضع المقاومة الآن في الميدان والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني بكل طوائفه حتى المسيحية مستهداف ولهذا والله أعلم بوصلتنا هي المقاومة ليس بمنطقة المحوارة هذا المسألة المحوار الإيراني هو كلا إيران مصطلح إعلامي يستخدمه الصهاينة الوحدة 8200 لكتشتغفوصل التواصل الاجتماعي الدعاية الإمبريالية الغربية لشق قصة في المقاومة أما السؤال من الأسبق في التاريخ هل احتلال فلسطين من طرف بريطانيا ومنحها للصهاينة أم الثورة الإيرانية في 1979 أنا أجبني في الكلام سيا عزيز أنه ملعطك معطايات واقعية ومعطايات علمية ديل واحد الشخص اللي هو متبع القضية الفلسطينية عن قرب هذه ربما عشرات السنوات وكذلك هو واحد الإنسان اللي هو متواصل مع المقاومة في فلسطين وكذلك هو واحد الإنسان اللي كيرصد التحركة دي العدو سواء على المستوى الوطن العربي ولا على مستوى المغرب بالتحديد فهو رجل مطلع للأبعاد السياسية والاستراتيجية دي القضية وفاهم اللعبة الدولية ومع ذلك من اللي قدم المعطايات وجاي يعطي الرأي دياله قال والله أعلم فهو أعطاك معطايات وعطاك معلومات علمية ومعلومات واقعية لما تقدر تنكرها ومن اللي جاء يبني أو لا يعطي الرأي دياله والموقف دياله بناء على ذلك المعطايات اللي يعطاها قال والله أعلم هذه العباراتي جميلة جدا أتارت الانتباه ديالي فهالتوضع هذا لا يمكن إلا أن يصدر عن إنسان موضوعي منصف لعنده علم أما الجاهل فمستحل يقول لك والله أعلم غدي طرح الرأي دياله كأنه حقيقة مطلاقة ولا يجوز الخلاف عليها غدي نبيلكم من بعد فاشكا اختلف مع السياة عزيز فأجونكم لغ الحلقة نحن لا نتب علي رضي الله عنه حاشا وكل بل هذا أمر قد يخرج صاحبه من الملة لكن نحن نقدر كل الصحاب من يتب من يشتر من يستفيد إن كنت تقول نحن ننطرق من مورود ثقافي أو مورود تاريخي فهؤلاء أفروا إلى ما قدموا انتهى الموضوع طيب لماذا أنتم اليوم تستفيدون مشاعر الملايير من السنة بسب عائشة وكذا وعلي ثم خياناتكم هنا يا عوتان كذلك قل بالأن الشيعة اللي تحلفت معهم حماس يعني إيران وحزب الله كيسبوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذه المعلومة حتى هي غير دقيقة أو لنقول غير صحيحة فالخامناء أصدر فتوى بتحريم وتجريم صب الصحابة وأمهات المؤمنين وتحديدا أمنا عائشة رضي الله عنها دي سنوات طويلة وحسن نصر الله ألزم نفسه وألزم الحزب دياله باتباعها تفتوهات نشوفوا الفيديو ديال حسن نصر الله وكتكلم من هذا الموضوع تعالى نحكي أرقام غير صحيح يعني غير صحيح الذي حدثك به مستشار الأمير أحد الأمراء العرب نعم وأنا طلعت ع الشام ولتلهم في يككلام ويومها المخابرات السورية كمان اشتغلت على الموضوع ما في هذا ما في مئات بسوريا طيب في مئات من الشيعة تصننوا اليوم في عالم مفتوح على بعض طول عن ان تحضر تلفزيونات فضائيات انترنت في الشيعة بيتسننوا في سنة بيتشيعوا بس حالات فردية مد مد تحكيني بالملايين عم يتشيعوا وين هدا طيب إذا في هكشي مين مسؤول هنعالج طيب نجي منقول هدا مشكلة اتنين تجي بتقلي وحدة من المشاكل أنه بعض الشيعة يسيق لصحابة صحابة رسول الله صلى الله طيب مطلوب موقف من مرجعياتنا الدينية الإمام الخامنة أخذ موقف صريح وواضح أن أي إساءة لأم المؤمنين سيدة عائشة أو لصحابة رسول الله أو لرموز الإسلامية هو حرام من كذا وكذا وسبحتك ماذا تقول كلنا نحن أنا مش مرجع تأليد أنا أقلد في هذا وأؤيد طبعا هذا الاتجاه وهذا المنحة طيب نجي منعالج نجي منقول طيب هذا الشيعي اللي فاتح تلفزيون مثلا بلندن هذا مصرياته من وين وحفتشوا على جماعتكم الإنجليز والمخابرات البريطانية العطيته فلوس وعطيته إقامة وعملت له تلفزيون ليعمل فتنة بين الشيعة والصنة طيب العجيب أنهم بعد هذه الفتوى هذه خرجوا بعد الشيعة بعد الشيعة المتطرفين ولمبينتهم ياسير الخبيث اللي كيكون في لندن هو كويتي وكيسكون في لندن فخرجوا كثر الخامنائي بسبب هذه الفتوى هذه ودعا لها أن الله تعالى يحشروا مع عمرون الخطاب نشوفوا المقطع أما في زمان الشاه خامنائي في زمان الشاه خامنائي سمعنا ما شاء الله وشفنا شارع طويل عريض شنو مسمينا حزرتي عمر رضي الله عنه إن شاء الله فديوم نشوف خامنائي محشور مع حزرتي عمر هذا اللي سمى شارع عاجيب دو بدل إنسان هذا ما تحبلوش هو أصلا راك يدعي مع الخامنائي يمشي كيدعي إليه سبحان الله وادعوا معنا الإخوة نحتحنا يربي حشرنا مع سيدنا عمر رضي الله عنه يربي أمين كلنا إن شاء الله يربي العالمين تحشروا مع الأنبياء والصديقين والصحابة والصالحين والشهداء يربي العالمين مهم هذه كانت كذلك واحد المعلومة اللي تبازع عليها الخلدي واللي هي غير صحيحة واللي غير أسس عليها كذلك باش يقول بأن قرار حماس تتحالف مع الشيعة كان خطأ فأغير باش نوضح واحد المسألة الخلدي طرح دياله كامل عقدي وبالنسبة لله ما كين لا جيو بوليتيك ولا استراتيجيات عسكرية ولا ولو العقيدة وفقط ولكن وخا أوكي العقيدة وفقط للرأس والعين ولكن على الأقل أنت كإنسان متقف خسك تتأكد من المعطيات اللي عندك واللي بنيتي عليها الطرح ديالك العقدي كامل واللي خرشتي بها باستنتاجات وأحكام تقريبا فقبيلا قال حسن نصر الله كيقول لنا القرآن غير مكتمل بينا لكم بلأن تشيادرة مش صحيح قال كي سبؤهم المؤمنين إيران وحزب الله ألزموا أنفسهم بفتوى تجريم سب الصحابة لدرجة أن شيعة آخرين كفرهم فانت السستي السستي الخالدي الموقف ديالك على معلومات غير صحيحة وخرجتي بوحدة نتيجة اللي فيها طعن بقرار المقاومة بالتحالف مع الشيعة الله المستعى على كل حال نحن يغادي نخده بحسن نية وقلوا بأنه راه كده فعل العقيدة نكملوا معنا والتعقيد يا أستاذ كمال على كلام الأستاذ يقول أين الدعم السني لفلسطين ومن قال لك أنه لا يوجد دعم سني لفلسطين ومن قال أن هناك دول سنية تدعم فلسطين ولا تريد أن تظهر في المشهد وهن نسينا دعم المالي الذي اغتنى به كثير من الخوانة في فلسطين وأقاموا به مليارات دون ذكر أسماء منهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر بسبب الدعم الكويتي السعودي الذي كان يتنازل عليهم كالمطر من قال ومن قال أن هذا ليس مستمر إلى الآن هذا واحد هؤلاء الذين يدعمون بالسلاح أين أثروا هذا السلاح ما دعم دولة عظيمة مثل إيران وعندها صواريخ وعندها نووي أين هو هذا الدعم نحن كل انتصارات التي نراها لإخواننا في الكتائب هي من مجهودات شخصية ما متابق الصفر وعبوة ناتفة مصنوعة أين هي السواريخ والأسلحة المدمرة أين هي هذه الأسلحة ما أين أين هي أنا لا أراها هنا في هذا المقطع هو كينكر الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية يقول لك رأى إيران ما كتدعم لمقاومة ولوالواتش در كامل ماشي بالصح رغم أن القيادة دي المقاومة مرارا وتكرارا كتكتشكر عالنا إيران على الدعم ديالها ولدرس أننا لاحظنا واحد تطور ملحوظ في النوعية دي الأسلحة المستخدمة عند المقاومة الفلسطينية وللما دي السواريخ كيف يفوت تلقابيب وزيد وزيد هاتش كله كينكروا سي الخالدي وفي المقابل واللي هو أمر عجيب جدا والله العظيم أنه من اللي هدر على الأنظمة العربية واللي كنشوفها بعيننا أنها فرحانة باغتيال السنوار بحالي عبرت عليه جريدة عكاد الرسمية السعودية ولا النظام الرسمي اللي شفناه وكنشوفه كيف محاصر القطاع دي الغزة ولا النظام المغربي اللي افتح الأرض دياله للكيان الغزة باش يصنع المسيرات الإسرائيلية فمن اللي جات الهدر على هاد الأنظمة العربية الفاسدة قلوا وما أدرك أن العنظمة العربية لا تدعم المقاومة أسبح الله قبل من الجهات إيران اللي كتدعم المقاومة علنا وأمريكا وإسرائيل كيقولوها وكيعلنوها بل أن نراه إيران كتدعم المقاومة والمقاومة نفسها كتأكد الدعم الإيراني الخالدي قال لك لا ولكن الأنظمة العربية اللي كنشوفها بعيننا بتطوط أمع الكايان قل لك وما أدرك أنها لا تدعم المقاومة والعجاب هذا هو العجب مهم، نريد أن نرى أمور أعجب مع التطور النقاش نزيد ونكمله في الحلقة بالنسبة لقضية حسن نصر الله الذي يقول هو دافع وقتل وكذا إلى الآن نازلت على ما اتفهم أين تجتته، أين رفاته، القتل، هل هو حي، هل هو لدى لا حي، الله أعلم شوف، هو عادي أنه ينكر الوفد حسن نصر الله وعادي ينكر الدعم الحزب الله الغزة لأنه التحليل يلو بسيط هاتو كشيعة يقولون القرآن ناقص كسبوا أم المؤمنين إذن لا يمكن أنهم تكون عندهم عداوة مع إسرائيل ولا يمكن أنهم يدعموا غزة ويقتلوا معها الكيان المجرم المسألة عنده بها البساطة لذلك مليك يشوف صواريخ إيران على إسرائيل غادي يقول لك صواريخ كارتونية وحسن نصر الله ممتشي وإيران عمرها معتزشي سلح للحماس سالينة وزدات مادة الخلدي مع الاحترام ديالي ليلو ومتخصص في العقيدة لكن علم العقيدة على جلالة قدره والمكانة العظيمة ديالو فرا لا يمكن تفسر بالعقيدة التحركات السياسية والعسكرية الدولية كيف ما قلت في بداية الحلقة هذي علوم ضخمة قائمة بذاتها المهم بلما نعودوا الكلام أجل نشوف واحد مقطع آخر واللي استفت من السياعزيز واللي هو الملف السوري لأن الملف السوري هو من أكثر الملفات اللي عمل الروينة في هاتشي كامل للتحالف ديالحامس مع إيران وحزب الله إيران وحزب الله اللي عملوا المجال الزير في سوريا هاتش يرا ما يقدرين كروتشي واحد وهذه نقطة مهمة واللي في نظره أن السياعزيز كان موفق فيها إلى حد كبير نشوفوا الكلام ديالو اسمعوا الكلام ديالو شو نوقع فهو قال واحدة جملة مفيدة قال إليك أن أبو عبيدة خدس لحد إيران أو الدعم ديال إيران غادي تقول له ما كانش تاخده ما تخرش عليه الذي جرى بين قوسين فالمنطقة بتسليح الثورات وتسليح الانتفاضات الشعبية وملك السوري نموذجا اللي هو ذب التقبل الأسود هذا الخطأ اللي وقع حراك الشعب السوري كان سليما طيب تقيم سنة ونصف ودخل عليه السلح والأجنبي والخروج على الحاكم برماتيق الخروج على الحاكم إلا ما غيرنا نخص على أبو عبيدة أنا ما كان دعوش لبشار أنا كان أقول في المقاربة العامة المنهجية فالثوق بالسوري بالمناسبة لنجعل الحوار اللي عمله رئيس الوضاع القطري قبل خمس سنوات في الموضوع السوري قال حنا منزلنا الفلوس بمعنى الموضوع السوري في أيدي كثيرة أنا لست بصددي لا تبريئة أي أحد أنا كان قول وأعيد وأكرر بوصلة فلسطين والمقاومة دواء لنا في باقي الملفات والعكس صحيح استدعاء باقي الملفات لا المذهبية ولا القطرية ولا العشائرية ولا الألوان ولا الحبود ولا الصراعة ولا الصحر إلى فلسطين يتيه بنا خدمة للمشروع الصيوني ولو كنا نعلم حب فلسطين طيب مليك نقوله الشيعة شنو أي حاجة أول حاجة كتجينا البال مليك نقوله الشيعة كتجينا البال إيران وكتجينا الجامعات المسلحة الشيعية يك؟ أوكي نبدأوا بإيران إيران هي نظام ودولة لدخلت لسوريا باش تحمي النظام ديال بشار الأسد لحسب الرؤية ديال إيران أنه إذا تحت دمشق الحالي في الاستراتيجي دياله فطهران غادي تكون هي الهدف التالي ومن جهة أخرى إذا قلنا السنة فخصنا نكونوا كذلك منصفين ونقول للسنة يعني عندنا أنظمة اللي كتحكم السنة والجامعات المسلحة السنية بحل يقولنا من اللي قلنا الشيعة ذكرنا إيران وذكرنا الجامعات الشيعية من اللي نجيون للسنة خصنا نذكره الأنظمة اللي كتحكم السنة والجامعات المسلحة السنية أوكي هاتشي لكان عندنا شوية ديال الإنصف طيب الأنظمة السنية ماشي حتى هي كانت في سوريا ودخلت السلاح للسوريين ماشي الأنظمة السنية هي اللي طحنت اليمن في عاصفة الحزم ماشي هي اللي خانت العراق من اللي فتو المشايخ ديال السعودية بجواز استدعاء القوة الأمريكية لمواجهة صدى من بعد ما كفره إذن كيف ما كنقوله أن إيرام عملت جرائم ماختش نساوب لأن نحتى الأنظمة ديالنا عملت جرائم ندوزو دابا الجامعة المسلحة الجامعة المسلحة كيف ما قلنا تكلمنا عليها الجامعة مثلا من قاله الشيعةuto جامعة الجامعات المسلحة الشيعة كان قلو حزب الله كان قلو الحجد الشعبي كان قلو الحوتيين هزو كلهم عملوا جرائم في المقابل اللي كان جنجوا نشوفوا الجامعة السنية بحال جبهة النصرة بحال داعش بحال تنظيم القاعدة وغيرها من الجامعة السنية المسلحة حتى هما عملوا جرائم فحق الشيعة الزرقاوي اللي كان كيف تجار الأسواق والحسينيات في المناطق الشعية وشي أدك سني ولا ماشي سني فما يمكنش نتبره منه راحت انت اذا سوتي شي شيعي في لبنان ولا شي شيعي في العراق من حقه يقول لك انا هادو قراما كيمتلوني شار هادوك انا بوحدي وانا كنتبره منه فلذلك حنا كنقوله كيف ما احنا ملي كنقوله الشيعة وكنجبدو ايران وكنجبدو حزب الله والحوتي والحجد الشعبي فحتحنا قصنا نديرو نفس شي يعني في الدول السنية وكنشوفو كذلك الجامعات المسلحة السنية اذا خصنا احنا شوفو رصنا شوية راحت احنا بخبيزتنا ومعملنا فيها ما يتعجب دابا في هذا الوقت هذا جاب الله تعالى العدو الصهيوني اللي يجمع حماس مع حزب الله في صف واحد وش من المنطقي اندعمو هالتحالف ولا نقولوا الحماس الله احنا زوينين وهدوك خيبين هدوك كسبو الصحابة على فرض انهم كسبو الصحابة شكون اخطر واش سبب الصحابة ولا سبب الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هانتم ما اسمعوا الصهايين شنو كيقولوا اذا الاخوان اخسنا نتعقلوا شي شوية ونفهموا اللعبة الكبرة لذلك انا كان صح تشوفوا هذا اللقاء لان فيه الرد تقريبا على جميع الشبوهات اللي متعلق بالتحالف اللي قرره سيدنا في المقاومة الفلسطينية مع الانظمة والمنظمات الشيعية نشوفوا المقطع الموالي واللي مع الاسف يعني استضمني الخالدي يعني انا اصلا مواخد موقف من الخالدي ولكن ما كنتش يعني عارف انه وصلت لهذا الدرجة هذه المهم انا كنت حاكا نحس على ان الخالدي متأثر بوحدة سردية معينة وانه كيراد ذهب لا ما يفكر ولكن في هذا المقطع يعني مش عادة نقول لكم عملوا واحد الحركة اللي ما بغيش نقول عليها حركة خبيثة ولكن حركة خيبة بزا فنشوفوا المقطع ونعلقوا عليه نحن عندما نتكلم عن الشأن الإيراني وأتمنى أن نغرق هذا الملف أتكلم عن جهة خائنة بشهادة التاريخ ليس من أهد الفاطميين والعبيديين وسقوط الخلافة العباسية بسببهم بل إلى قبيل كورونا وهم يدمرون وأقرب أدى وصلنا منهم ومن هذا الهالك هو التآمر بتوجيه من المرشد آية الله الخامنائي إلى حسن نصر الله من أجل إنشاء لجنة لمساعدة وتدعيم الفوليثاريو بالسلاح في 2018 هنا يا الخالدي ما قدرش يواجه الحجاج للمعطيات دي للسي عزيز قال شنو غادي عمل غادي قلب من الموضوع ديال الصحراء المغربية ودور إيران فيه وماش يغي هكده السي عزيز من اللي رد عليه قالوا الدولة ديالنا كتقول أنا حزب الله كده عمل بوليثاريو لحد الآن الدولة ديالنا طلبنا منا تعطينا معطيات وتعطينا وثائق لكتبتها للكلام والدولة ما تعطينا له فهنا غادي عمل الخالدي واحدة حركة تانية مقززة معك من الأسف وهي أنه غادي حرف الكلام ديال السي عزيز وهاتش صراحة لا يلق برجل داعية ولا يلق أصلا برجل بلا ما يكون داعية فحشو مولا العظيم ولكن الله المستحن هاتش اللي خلنا نشوفوه أن السي عزيز بدك ينفعل نحن الآن في لحظة الصراع المشتبك مع العدو الصيوني ومن ورائه أمريكا بريطانيا ألمانيا إيطاليا وما الله به عليم العدو الصيوني هزم في 7 أكتوبر تاريخ تختاروبي الأمة جزا الله خيرا الشهداء والمجاهدين وجزا الله خيرا الشعب الفلسطيني اللي مدهاش في الطائفية كيقوم وكيصمد بخمسين ألف شهيد طيب استدعاء الموضوع الآن ديالسوريا لتفتيت الجبهة هناك وخلق البلبلة في الحاضنة الشعبية لا في لبنان ولا في الأمة ولا في الخليج لدعم المقاومة هذا شيء شيء تاني في الغرب الإسلامي هنا نستدعي الموضوع للصحراء لشطب الشعب المغربي من دعم المقاومة ومن تأييد صف المقاومة بخلخلة هذا الموضوع بإتدعاء قضية الصحراء والقول البوليزارو إلى آخره أنا أقول لك إذا كانت معلومة معطاية عن الدولة أنا أسأل الدولة ما الذي يمنع بورطة عن الخروج على المغاربة بالوثائق التي تدين إيران في موضوع الصحراء المغربية وكن على يقين المغاربة إذا شاهدوا الأدلة سيتخذوا موقف اللازم تبرئ صاحة إيران هي صادقة ونكذب إحنا بلدتنا أنا سيحن هو سيحنزا لا أسمع السيحنزا إيران نحن لا أستمر 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 أنت تستمر عقور الجمهور أنت التي تستمر هو ما تجب الصحة الجيال اللي خيبة فيها الجيال اللي خيبة فيها هي غا نستبكي معك بطريقة منهجية أخرى تليقوا بك خذ راح هاد من نقطع لا ما نبغيش نأخذ راح تعد نقاش بقى محترم فخلاص تبقي غادي لا أستمر فأنا بمحركت أذيك شيئاً أنا هل تنوب عن الدول أنت؟ أنت مريك أنت هنا كخاندي ماشي أنت مخزر أنت هناك نسوّل أنا سوّل أنا سوّل شوف أستي كمال أنت كموسيير جبط المزول تفضل أعتقد با 60 دقيقة أنا قطعني وكن نخليه تكلم تفضل ولكن ما غالش نخليه دايماً لا لا ما نخليش دايماً انه شيء غالتكتخليه في المنتاج الأصلي ما تحيدوش من بعد تارت انتيبها ديالي، واحد الهضراء، قالها الخالدي، واللي استغربت أنه واحد مغربيك يقول له، نشوفه، نشوفه المقطع أنا قلت بأن هذه المظاهرة، ترغم المفاتد التي أراها، فإنها تبرز الوجه الجميل للمغرب والوعي الكبير للمغرب التقافي والديني والشرعي لهذه القضية، والفيديو موجود، وليست هذه المرة الأولى التي أمدح فيها هذا الجزء من المظاهرات مع تحفظ على حكم المظاهرة قال لك سيدي مع التحفظ دياله على المظاهرات والحكم دياله، ومعروف أن الدول الخالجية، وبالأخص السعودية، كتمنع المظاهرة السلمية، وكتستعمل الغطاء الديني والمشايخ دياله باش يمشيوا مع التوجه دياله لذلك عندنا مثلا الشيخ الفوزان كيقول أن المظاهرة حرم ويعني منه عدد ديال المشايخ في الخالج، بالأخص، نسمعوا الفيديو ديال الشيخ الفوزان إنما أعني المظاهرات والاعتصامات، هذا الذي سؤلت عنه، فأجبت بأن فيه قرارا من هيئة كبار العلماء، تحريم المظاهرات، ومنع المظاهرات والاعتصامات، وأن الذي عنده مراجعة يراجع بالطرق النظامية مهم، أنا كشخص من عوام المسلمين، كنقلد للعلماء، وكيجيني هذا القول هذا راح ماشي منطقي، وكيجيني القول ديال العلامة ديالنا الموريطاني، الشيخ ولد الدادو، وهو اللي واقعي، وهو اللي يعني فاهم طبيعة ديال الدول الحديثة بالمؤسسة دياله، وأدوات الضغط على الحكومات، فاللي كيقول أن المظاهرات حرام، كنقول له أصلا النظام لي عندك في بلادك راح حرام، الإسلام ما فيش الحدود ما بين الدول المسلمة، وما فيش توارث الحكم أبن عن جد، وما فيش الضرائب، جيتوا حتان المظاهرات وحرمتوها، لكن هذو كعلماء أنا ما غادش نتقص منهم، أنا كمقلد كيجيني الكلام ديال الشيخ الدادو، وغيرهم العلماء في المغرب ومصر وتونس وجزائر، اللي كيقولوا أن المظاهرات جائزة بل واجبة لأن فيها السطح بكلمة الحق، بطريقة سلمية وبلا فوضى طبعا وبلا اختيلات، هذي هم الشروط ديال المظاهرات، مهي أنا ميكونش فيها فوضى، ميكونش في اعتداء على الأملك ديال الناس، وما يكونش فيه اختلاط ما بين النساء والرجال، لكن هي كمظاهرة، فهي واجبة لأن فيها السطدع بكلمات الحق، نسمعوا الكلام ديالشيخ الدادو، ونخليكم أنتمة اللي غادي تقرنوا، وانتماتوا اللي غادي تحكموا، واش الكلام ديالشيخ الفوزان هو اللي أقرب للواقعية، واقرب للمنطق ما هو اللي وللعقل، ولا الكلام دي لشيخ الددو ولا أقرب المنطقية ولا العقل والشرع إنكار إنكار المنكر واجب فريضة ولم تذكر وسيلته ورسائل تختلف باختلاف المنكرات واختلاف الأوقات نعم وقد أثبتت وسائل معينة تواضع الناس عليها بالعالم أثبتت فاعليتها وكفاءتها في هذا الأمر نعم ومنها تحريك الشارع نعم بالمظاهرات لكن لا بد أن تكون هذه المظاهرات منضبطة بضاوط الشرع نعم ليس فيها اعتداء ولا ظلم ولا إتلاف الممتلكات الخاصة أو العامة نعم وكذلك ليس فيها اختلاط وبمذموم ولا نعم لكن ما يتعرض له فيها من الضرب الشرطة أو إلقاء الغازات السامة ليس من إلقاء النفس للتهلك نعم بل الإنسان صابر ومحتسب فيما يواجهه حتى لو قتل المقتول دون دينه شهيد نعم الله يرضى على العلمة دينا الشيخ والدددو تحياتي له فهو من أكبر الناس اللي كيدعمو القادية الفلسطينية وما كيخليش من جهدو الله يجازيه بخير والله يحفظو لهذه الأمة هذه ده بندوزون الحاجة اللي ما متفقش مع السي عزيز هنه ناوي واللي هي جزئية صغيرة لأنني تقريبا تصعين في المية متفق مع السي عزيز في النقط اللي اذكر غيره هو من اللي قال الشهيد حسن نصر الله كلمة الشهيد هي واحد كلمة عظيمة والمرتبة دي الشهداء عند الله يعني واحد المرتبة اللي هي كبيرة بزاف والشهداء كيف ما كان عارفوه يعني هما في الجنة نصر الله عنده بداع عقدية قوية بحل مثلا الإمامة كيقول بالعصمة دي الأئمة كيأمن بشي خرافة ما أزل الله تعالى بها من السلطان وعاد هو يعني يدعو إلى الشيعة دياله وعلى للبيدعة دياله وعاد يده يعني ملطخة بدماء المسلمين الأبرياء وكيف ما كتعرفه قتل المسلم بالعمد روى من أكبر الكبائر فلو أن السي عزيز وعنهنانا ما مكشي كنفرض عليه الرأي دي النوى لكن يقول بي أنه يعني لو قال حسن نصر الله مثلا رحمه الله يعني أنه كيطلب الرحمة بسبب الموقف شجاع دياله مثلا مع الأهل دياله في غزة ممكن الدوز بحل الخالدي قال لا رحمه الله يعني كيطلب أن الله تعالى ما يرحموش حتى السي عزيز هنوي كممكن أنه يقول رحمه الله يطلب له الرحمة وطبعا بتعالى هو الحكام هو الفيصة ولكن الشاهد وكأنك حسمت بأنه في الجنة وتجاوزتي ذلك يعني الأخطاء الكاريتية دياله سواء على مستوى العقيدة دياله ولا على مستوى الأخطاء السياسية اللي ارتكبها فهذه النقطة هذي كانت ضمن أن الخالدي تفوق على السي عزيز لأنه طبعا المجال دي التخصص دياله وهذا الشي اللي بغيت نختم به الحلقة الخالدي تخصص دياله والعقيدة والعقيدة هو واحد لعلم جاليل ولكن لا يعني أنك قد يتفسر به الضواهل الإنسانية والصراعات بين البشر اللي غالبا كتكون مشبكة ومعقدة وهذا الوضع هذا ربما السبب دياله هو أن المؤسسات التعليمية الشرعية كتقرغ الشرع والمؤسسات اللي كتقرر العلوم السياسية كتقرغ العلوم السياسية وبالتالي واحد كتلقاه قارية العلوم السياسية كعترف سياسة وفهم اللعبة الدولية ولكن من اللي كتجي الأمور لديه العقيدة كتلقاه ضعيف أو لم يفهموا له وعودت أنه في المقابل كتلقى لقاري العقيدة كهي ترف العقيدة يعني لك إليها محاضرات ولكن في الأمور السياسية كتلقى مسكين ربنا خلقتنا وهذا الشيء هذا متعمد والله أعلم بش تكون عندنا نخب معاقة يعني طبيب طبيب ما كعرفش توضى وشيخ ما مفهم تشي لعبه في الواقع السياسي وهكذا ماشي بحل العلماء المسلمين في العصور الذهبية يعني كتلقى متخصص في باب من الأبواب العلم ولكن متطال على العلوم الأخرى فهذا هو فالخلدي إذا أحسن به الضن فهو عنده يعني فاهم العقيدة ولكن سياسيا واضح لي أنه متأثر بالسردية السعودية السطحية والسع عزيز الفهم دياله ماشا الله عميق لللعبة الدولية وعارف تفاصيل الملف ولكن شوية شوية عنده تساهل في الموضوع العقادي أنا دورة إيديالي أنا كإنسان عادي كنسمع للجامعة كنظن والله أعلم أن إيران هي عدوة صغيرة لأن المشروع دياله يستضم معنا في المستقبلية عندها مشروع خاص بها ولكن حاليا سنان تحالفوا معهم يعني تحالف مؤقت فهما أعداء صغار لاحقون هاتش يلافلت إيران من الحرب الإقليمية ويلابقى شيء في إيران ما يتجمع والغالب أنهم غدا يطحنوها فأنا ضد التهويل من الخطر الشيعي أو لما يسمى بالمد الفارسي لأن إيران نعم عندها مشروع لكن المشروع دياله اكتسب القوى دياله بسبب الدول الخليجية من اللي كانت إيران كتدر بالجامعات العربية الشيعية كانوا الحكام العرب والخليجيين بالتحديد عاطينا الرقص ونشطيح ونالمكلة ونالقمر ولكازينوات فإيران لقات ساحة فرغة ومن حقها تتوسع لأن انتك دولة صعيدة عندك طموح كتشوف قدامك واحد الفرغ إذا ما عمرتش غديجي لعدو ديالك من على برة وغدي يملؤه فالملام أولا وآخرا وإحنا كشعوب اللي اللي اسكتنا على هات الحكام وهات الحكام هادوا اللي اللي بقوا عاطينها للفسد وخلاوا يعني إيران تتوسع في البلدان ديالهم ثانيا إيران يعني دولة مشيب ديك القوى العسكرية إيران را كيف ما شفناها را مخترقة من ساسها الرأسها والقوة دياله الوحيدة تقريبا هي القوة الصاروخية وهات القوة الصاروخية دياله كتبرتجها شوية مع الحلفاء دياله فإن لمشوا الحلفاء دياله ولد قدوا للصواريخ إيران را انتهت أما في الجانب العقدي فيستحيل أن الدول السنية ترجع شيعية مستحيل إيران بنفسها فيها نسبة كبيرة ديالإلحاد الناس تم المواطني الإيراني رفهموا بأن خامي نائي ماشي ظل الله في الأرض وماشي نائي بالمهدي وأنه حاكم السابد والذي يمشى الإيران في رمضان غادي قال الأغلبية ديالناس كيف طروف الشارع الناس قاعمة مسوقين ما كي لا دين لتشي حاج فالناس بدتك تتخلع للمذهب شيع ولدين وتاهو يعني وقع لهم بحل وقع للأوروبيين من اللي اكتشفوا أن الديانة ديالهم مزورة التجهون للإلحاد هذا شيء دا اللي يواقع لإيران دبعا فإيران دولة ضعيفة عقديا ضعيفة عسكريا ضعيفة إعلاميا فهذا التهويل من إيران كيشبه للتهويل من الخطورة دي لصدام قبل الغزو الأمريكي للعراق لأن الغرب عوال يهاجم إيران ويطيح إيران هذا شيء دا رهباين ولا يغفل عنه إلا لما بغيش يشوف لذلك أنا مع الخيارات الاستراتيجية ديال المقاومة وكنشوف أنه هذا القرر هذا حاكم أن التحالف مع إيران واستغلالها واستغلال العداء ديالها مع إسرائيل وتوريطها في حرب إقليمية ورصين ورمجاش وسمه طفل أقصى فهو فاهم المآلات ديال الحرب لأنه قرأ الوضع الإقليمي والدولي وفهم أنه حان الوقت باش تنوض حرب كبيرة لتغير المعادلة في الشرق الأوسط والعالم الله رحمه أبو إبراهيم والله يلحقنا به مسلمين تابتين طائعين يا رب العالمين بالنسبة لي هات الحلقة كان فيها السعزيز مكتسح متفوق بالنسبة 9-90% كان أكتر إقناعا طرح دياله مستند على وقائع علمية الخالزي يقول كلام ويقول العكس دياله جربي يلعب لعبات الوطنية باش ييتهم السعزيز هنوي في الوطنية دياله بغير العبدك الورقة كورقة آخيرة باش يدافع على الطرح دياله اللي أصلا بداها بمعلومات غير صحيحة كيف ما بيهننا كذلك أحضرني واحد سؤال مشروع واللي كنت من ناسي الخالدي جيوب عليه انتاجت كل غيره على العقيدة ونكرت إلى حمس ترحم ديالهم على نصر الله الشيعي في 2022 العاهل المغربي صيفة برقية تعزية للبريطانية مناسبة وفاة المالكة إليزابيت وفي الرسالة أدعالها بالرحمة في المالكة الكافرة اللي اعتادت العرش البريطاني إلى عشرات السنوات وليك تعتبر من أكثر العرش داموي مشوفناش الغيرة ديالك على العقيدة يكما إليزابيت ولية من أولية الله الصالح كنتمنى تجاوبني على هذه السؤالة دا وشكرا في النهاية كيفما وعدتكم غدا نعطيكم بعض الأسماء اللي استفتت مننا بزاة في موضوع الصراع أولا في المغرب عندك السعزية هنهوي طبعا والسيوه يحمان المقرئ الإدريسي والصديق المناضل اليهودي المغربي يعقوب كوهين واللي وقت ما قتلوا وراهنا عندي حلقة على فلسطين كيدعمني ويساندني فلذلك نطلب منكم أنكم تدعووا معه ربي تعالي هدي الإسلام دعووا معه دعووا معه الله يجازكم باخير كذلك الدكتور سعيد صديقي واللي صورت معه حلقة ودازت في القناة الدياني وفي القناة السابيل ومسك الختم طبعا الشيخ الحسن الكتاني وطبعا كان بزاة ديالقامات فكرية تاريخية سياسية في المغرب ممكنش أنني نذكر كل شيء أنا هاد اللي ذكرت لكم وما الناس يعني اللي كانت تابعوهم بصفة دائمة وإلا فهوما كان الناس اللي هما ما شاء الله عليهم ثانيا خارج المغرب غنعطيكم بعض الأسماء بسرعة الدكتور وضح خنفر المجاهد أسامة حمدان واللي وعود في حماس واللي عنده بودكاست خاطر بزاف أتمنى أنكم تشوفوه كذلك الباحث والأستاذ أحمد مولانا عنده شيء بودكاست خاطرين بزاف الدكتور محمد مختار الشنقيطي هو دكتور في العلوم السياسية وأظن الله لما أنه يقرر في الجامعة ديالقطر فهو خاطر جدا الشيخ أحمد سيد الشيخ أحمد سيد اللي يعجبني فيه وأنه يعني عنده موقف متوازن ما بين ضبط العقيدة وتبيان ديالها وكذلك أنه كيف يفهم الخيارات ديال المقاومة وكذلك طبعا عنده سلاسل علمية رائعة جدا كنصحكم أنكم تشوفوها ونختم طبعا بالشيخ الحبيب أبو عبيد النقادي واللي صورت معاه شيء أربع دياللقاءات تقريبا لكن ميز الشيخ النقادي هو أنه سلفي وفريد هو واحد الحالة فريدة في السلفية المعاصرة لأنه كي يجمع ما بين العلم الشرعي وما بين العاقيدة الراسخة وبين الفهم العميق والرصد على سنوات طويلة للتحركات العسكرية والسياسية ديال القوى الكبرى في العالم وكتبقى طبعا المقاومة والقادة دياله وما سيدنا وما اللي هي أم الله باش يفهموا اللعبة الدولية ويفهموا السنة الكولية ويفهموا السيرة النبوية وكيفاش كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيعمل تحلوفة دياله وزيد على هاتشي كامل هي أنه من عشرات سنوات وما وصل مع معاه وفي الخط الأول الدفع للأمة والله تعالى ما اخترهمش يكونوا في الخط الأول غيها كده فهذه النقطة هاتي خصنا كاملين نفكروا فيها قبل ما نحلفهم منها وننتقدوهم اه كان اعتدر أنني طولت عليكم هاد لقاء هذا كان مهم وكنظن بأنه كيستحق المشاهدة لأنه كيفما قلت هذي أول لقاء اللي غادي نشوفه فيه مواجهة ما بين الناس اللي كتقول بالمسرحية والناس اللي كتتكلم على أنه كان محور يواجه العدوان الإسرائيلي الصهيو صليبي بارك الله فيكم إزاكم الله خيرا والسلام عليكم وبركاته